لسه بنتابع مع حضراتكو طبعا مجهودات انت الحياة وهذه المبادرة ولنفذتها مؤسسة حياة كريمة لكن دلوقتي هنتحول من الجيزة إلى محافظة بني سويف احنا متوجدين النهاردة في قريب بني عادي التابعة لمركز ناصر استكمالا لكتار مبادرة انت الحياة اللي مرت فيه بني سويف بثلاث كرة سابقين والنهاردة بنستكمل فيه قريب بني عادي واللي بتضم حوالي ثلاث كرة توابع بعدد نسمات حوالي ثلاثين الف نسمة انت الحياة ممكن نقول عليها انها قفلة متكملة مكتب حياة كريمة النهاردة كمان عمل حاجة الاول مرة بتحصل وهي استقبال الحالات الانسانية من قلب القرى سواء كانوا غريمين او مرأة معيلة او كانت اي حالة انسانية تحتاجها للتدخل سريع وتدخل مباشر سواء في القطاع الهندسي او في القطاع الانساني حياة كريمة كانت بتستقبل المواطنين كلهم على مدار الايام الماضية والنهاردة لتوزيعهم او نقلهم للجهة اللي تقدر تساعدهم وكمان كان عندنا قفلة طبية 8 تخصصات مختلطة استطاعت لقفلة طبية خدمة اكتر من 4000 مواطن وتوفير العلاج لهم بنستقبل حالة الانسانية بتيجي بتتكلم بتحكي ظروفها سواء محتاجة مشروع تمكين اتصادي او حالة انسانية مثلا بنسمع منها وبنعنا على الكلام بنبحث عن الحالة نشوف هي محتاجة ايه المبادرة للنهاردة يعني على مدار ثلاثة ايام فيها فعاليات كتير فيها مصر خير فيها قصر الثقافة بقدم برامة ثقافية فيها سندوم كافحة الادمان بقدم انشطة وهدايا للاطفال وتوعية للأهلين هنا في قرية بنعادي النهاردة عرفنا ان فيه كارت خدمات متكاملة بتعمل وانا عندي ابن اخوية جبته النهاردة والحمد لله استفاد من كارت الخدمات المتكاملة وتم عمله انا عرفت حياة كريمة عن طريق الاعلانات وعن طريق التلفزيون والمبادرات اللي بتعملها في كل الكرة انا حضرت النهاردة انا واولادي بنت الصغيرة كشفت لها واولادي الكبار في مدرسة شاركوا في الالعاب مع صندوق مكافحة المخدرات وفادوا الولاد اللي في البلد ودي بالنسبة للقرية حاجة جميلة جدا قدمتها مبادرة حياة كريمة